انتزع مشروع مركز الملك سلمالي لغاثة والعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن مسام قلال الأسبوع الثالث من شهر ستمبر الجاري 876 لغما زرعة الميليشيا الحوثية المتمردة وأوضح المركز بيانا له أنه تمكن من انتزاع 23 لغما مضاد للأفراد و259 لغما مضاد للدبابات و574 ذخيرة غير متفجرة و20 عبوة ناسفة وأشر إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 9637 لغما زرعة الميليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وأنوان وطرق مختلفة رح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبال السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء